اشتركوا في القناة بتمويل مشروع توسعة مطار البحرين الدولي بنحو 918 مليون دولار وذلك ضمن اتفاقية المنحة الإماراتية بتخصيص مبلغ مليارين ونصف المليار دولار يقدم كمنحة من صندوق أبوظبي للتنمية لتغطية حصتها في عدة مشاريع بالمملكة نحن التزمنا كصندوق بـ 918 مليون دولار طبعا هذا الالتزام يأتي ضمن برنامج تنمية مجلس التعاون اللي التزمت فيه دولة الإمارات في عام 2013 بمليارين ونصف المليار دولار هذه المنحة عبارة عن برنامج تمتد على عشرة سنوات بواقع 250 مليون دولار كل سنة قطينا في عدة مشاريع وهذا المشروع يأتي ضمن هذه المنحة أقفل مؤشر البحرين العام بانخفاض وقدره 1.40 من مئة نقطة عن معادل الأقفل السابق وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الخدمات وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 4.230.192 سهما بقيمة إجمالية قدرها 1.644.557 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 71 صفقة وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطع الاستثمار حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة مع نسبته 78% من القيمة الإجمالية للأسهم